ايضا وما تلحما فيا حما تلحما يا رمو سير لا مصالح صيونية على الاراضي توني سير لا مصالح صيونية على الاراضي توني سير دا بور نرجع لكلمة رشوة اش معناه؟ حب ناخذوا قيخها ونفهموا بعضها اذا شو نحكيه نحكيه عن رشوة الرشوة هي كل عملية تأثير على شخص او هيكل لغاية جلبه لكي يتمشى بطريقة مخالفة او معادية لضميره المهني او لمهامه ومسؤولياته وهذا لغاية التمسع بامتيازات شخصية وامتالي نقراوها هدية نفهموا اني الميدان شاسع وشاسع جدا اساسة 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 ولا ولا عزمان كنسبين جردية ولا عزمان كنسبان خالها شكون استدعاه ولازمنا نعرفه شكون بشي قابله ولازمنا نعرفه شكون وراء هذه الجريمة النكاة المحامين ما يعرفهوش وموجود سيشريف اذاك علش انا طالب تول قضاء العسكري يتدخل خاطر كبش يجيل قضاء العسكري بش يتحصل على التجليات الصوتية هذية بش يعرف مضمون شكان يحكي كمان لطيف مع نبيل وشكان يحكي مع التوفيق الدماثي وشكان يحكي مع مصر كمان النابلي وشكان يحكي مع بنتيشا وشكان يحكي مع حمودة بن ستان منتوشها الرئاسية وشكان يحكي مع مصر هذه المحامانات موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 يقوله نانسي قنقر 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 اسم كل قدرات من أعضاء قائل من قائل من قائل. قائل من قائل من قائل المجموزين التعديم من قائل من قائل من قائل من قائل يريدون الترسيح والمهارات في الوزنية يوضحون الوزنية والتي لا تكون موضوعاً يشتركوا في الوزنية يشتركوا في الوزنية يشتركوا في الوزنية يسمى جورج 5 ويشتركوا في الوزنية كبار في العالم وكذا. شنية معنى سيل باجي في باريس مع سيل وليد ابن طلال مع طارق بن عمار ومع بيرل سكوني. شنية تحليلك للحكاية كثرة التأويلات وكثرة الاستنتاجات. فيش يعمل غادي وشنية جماعة جماعة هذو. ما عندي حتى تعليق. كيفش ما عندك حتى تعليق انت في نفس المبادر يزم بتاع. ما عندي حتى تعليق. تعليق. ما عندي حتى تعليق. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل انت في باريس انتقيت بوزير الخارجية الفرنسي لورون فابيوس في حضور الامين العام للحزب طيب البكوش. لقاء يثير الكثير من الكلام في تونس. لماذا بصفتك ماذا تلتقي فابيوس؟ لماذا هذا اللقاء؟ هل تحدثت معه عن نمط العيش المهدد من قبل المهضة؟ مثل ما تقول هل انت تستنجد؟ هل انت تبلغ فكرة معينة؟ هل انت تريد شيء ما من فرنسا؟ يعني فكرك ولا شيء يقوله في تونس. ما يقاله في تونس طبعا. هل انت الله فيك. عليش؟ فضل عليك انت كما تحب. انت يكون حاضر معه. مسؤولين السياسيين ورؤساء الاحساب من معارضة او من سلطة الى اخيره. اذا كان استقبلوا بصفة في بريز موضوع اخر. لكن هذا غير وارد في الاعراف الدبلوماسية. نرى الكلمة رشوة. ما معناه؟ حب ناخذو تقفة ونفهموا بعضنا. فهذا ما نحن يمكن نركيه عن رشوة. رشوة هي كل عملية تأثير على شخص او هيكة لغاية جلبه لكي يتمشى بطريقة مخالفة او معادية لضميله المهني او لمهامه ومسؤوليته. وهذا لي غالب أن نمتع بإمتيازات شخصية وفي اللي نقرأها هذه نفهم إلي الميدان شاسع وشاسع جدا